موسيقى اشتركوا في القناة من لما بنعمل ريجيم اللي بيحصل لنا شعرنا بيتساقط هالات سودا البشرة بتصفر حاجات كتيرة جدا فبيحصل ايه فبنقوموا بطلين الدايت نبطل الدايت نرجع عن اتخانتين اللي احنا مش هنعمل كالنهاردة هنقول لكم ازاي تخسوا وكمان بشرتك بقى شكلها حلوة وشعرك مش بيتساقط وجمالك لسه موجود رانا رشيد مصممة الازياء هتكون معايا بعد كده وفقرة طلبتوها مني بقى لكم كتير جدا النهاردة زياء عبيات طلبتوها كتير قوي النهاردة هنتكلم عن العبيات هنشوف الجديد هنتكلم على الالوان الاقمشة واكيد هنشوف عرض لايف هنا في السوديو خلينا نبدأ على طول بالفاشن تيفس والفاشن تيفس ليك يا رجالة والنهاردة هنتكلم على الاخطاء اللي انتو بتعملوها يا رجالة وفاكرينها صح وبتستمروا فيها فحنشوف حاجة حاجة وكتير من رجالة بتتفرج عليها تقولوا اه انا بعمل الخطأ ده اول حاجة خالص بالنسبة للبنطانات الجينس دايما البنطانات الجينس الناس الرفيعين يفتكروا انهم لازم يلبسوا الواسع زي جينس الفاتة يقولوا عشان يخبي رفع خالص يا جماعة لو حد رفيع لازم يلبس البنطانون الازق الغامد اللي هو القط العادية مش القط الواسع لو انتوا عايزين تعرضوا شوية من نفسكم ممكن يبقى قط عادية وعليها بقى جيوب عليها السوسة لكن مروحش اجيب بنتانون واسع كده انتم بتبانوا عايمين جواه فدايما رجالة اللي رفيع اللي برجلين رفيع ما تلبس اي حاجة واسعة زيادة عنه ما ينفعش اللوك الواسع ده حاجة تانية الاميس الاميس يا رجالة الصورة اللي بقى ازرق هي لصح الصورة اللي جنبها دي غلط من منطقة الصدر لكن كمان بيبقاش هيتفرتك عليكو لكن مقاسكو مظبوط الاميس التاني ده الكتف صائد الطول انا بقى ده بشوف وعايز اقول لكم كمان بشوف نجوم بيطلعه على الستيج يغنوا وبطول الاميس ده انا ما بفهموش طول الاميس ده غلط تماما ده شبه مقرب لفستان الاميس الكاجول مش لازم حتى طوله يبقى كده ده اميس واسع عليه ده اميس طوله طويل عليه فيه طبعا فرق ما بين الاميس الكلاسيك والاميس الكاجول الكاجول بيبقى له قصة معينة هي بتطلع من بره بس مش لازم يبقى بالطول ده مفيش اميس في الكون بيبقى بالطول ده والاميس لازم يكون قريب من الجسم حتى لو كاجول اوكي انا عارفة انه بيبقى فيه لوس فت وحاجات كده بس ميبقاش يعني واسع زيادة عن اللزم خطأ تاني برضه رجالة كتير بتعملها بتفتكر علشان تكون شيك طول النهار لازم تبقى لابسة بدلة على فكرة البدلة زي اللبس الكاجول بالزبط البدلة ليها مكانها انا رايح فرح رايح الشغل رايح عزة رايح اتقدم لوحدة لكن مش عالفاضية والمليانة مش رايح زيارة عادية بقى لابس بدلة البدلة زي بالزبط انا بصور البدلة بالزبط زي الجينز وزي كمان التريني ليه وقته لكن مش ما تفتكوش عشان ان انا ابقى شيك ان انا ابقى طول النهار لابس بدلة الخطأ الرابع موضوع المركات برانز اكيد كل النفسين نلبس برانز والبرانز حلوة لكن بالشكل ده مش حلو ودي اقل حاجة او اقل حاجة قدرت اطلح فيه ناس بتبقى لابسة برانز مركات من فوقها لتحتها الكاب والساعة والتوب والبنطلون والجزمة والحزام لا هي ميش فيترينة بنعرض فيها الاوتفت كل حاجة من اللي بتلبسوها دي ممكن تتلبس لوحدها وانا شخصيا بقولك يا رجالة حتى لو لابس مركة خليها صغيرة لكن مش حلوة ان انا اخط المركة يعني انا عايزة ابين الحاجة دي غالية او الحاجة دي برانز وعلى الفكرة انا ما بيفرش حتى معايا البرانز انا بيفرق معايا ان الحاجة يبقى شكلها حل ومزبوط عليك اكتر مليون مرة من انها تكون مركة حاجة تانية برضو رجالة كتير قوي بتفتكر ان هي لو لابسة الطاب لون يبقى لازم الحزاء يبقى لون غلط تماما لا في الحاجات السبور قوي ولا في الحاجات الكاش والشيك ولا في اي حاجة خالص ما ينفعش الطاب لون الجزمة تبقى نفس اللون بالذات للرجال اللوك ده مرفوض وبالذات يا جماعة خلي بالكم في السنيكرز الحاجات الاحزاء الرياضية انا ممكن ابقى لابس من فوق لون ومن تحت لون تاني خالص مش قضية مش لازم علي الجزمة السنيكر بالذات ابقى لابس مثلا تيركواز يبقى الطاب تيركواز خالص انا ممكن الطاب يبقى تيركواز تيشير تيركواز الجزمة تبقى اسود في مصفر ما يجراش حاجة بالذات السنيكرز ما تقعدوش تحاولوا تخلوها على بعض حاجة تانية برضو بالنسبة الحزاء الحزاء دايما الناس فاكرين ان الحزاء لازم تقبلون الحزام هو على فكرة مش غلط بس ممكن زي الصورة التانية الحزاء مدي على بني والحزام ازرق ما فياش اي مشكلة الغلط الوحيد ان تكون سن زي الصور الاولية ان فيه حاجة بتلمع اكتر من حاجة يعني انا دلوقتي لو الحزام مات يبقى الحزاء لازم يبقى مات لو الحزام بيلمع يبقى الحزاء لازم يبقى بيلمع لكن الوان يا جماعة مش بالشرط وطبعا يعني نخليهم لقين على بعض بس مش بالشرط لازم يكونوا نفس اللوع خطأ تاني برضو يا رجالة بتفتكروا ان دايما انا لو في دوليبي حزاء لونه اسود يبقى هليق مع كل حاجة العكس الحزاء البني هو اللي بيليق على تقريبا 3-4 الحاجة مش بدلة سودة اكيد لكن الحزاء البني هو اللي ممكن ليق على جري على فراني على ازر اكتر من الاسود فلو انتو هتشتروا حاجة عشان تليق على حاجات كتيرة فضلافكو دايما اختاروا الحزاء البني نفس الشيء برضو في فكرة البدل دايما الرجالة تقول انا احسن حاجة بقى عندي بدلة سودة البدلة سودة هتليق مع كل حاجة او مش هتليق مع كل حاجة سوري هتليق في جميع المناسبات تفكير غلط البدلة الكحلي والبدلة الرمادي ويمكن كمان الرمادي الفراني اغمق من دي كمان شوي السودة بتخليك يعني متأيد السودة اللي عازة السودة لفرح صعب قوي مثلا تروح لشغل بيها فبالعكس لو انت عندك الدرقتين دول ممكن يمشوا في حاجات اكتر بكتير جدا من البدلة السودة الشراب نفس الشيء دايما الناس تريح نفسها الرجالة تقول انا اجيب شراب أبيض لا الالوان التانية دي هي دي اللي بتمشي مع البدلة الشراب الأبيض دي مش نادرة ما يمشي مع البدلة بدلة لونها ايه هتبقى لونها ايه والشراب الأبيض ده صعب برضو السايل ده ألبسوا في حاجة كاجول مش هيلي يعني الحاجات اللي هي ترينين و جينس لا بيبقى أحلى عليهم الشرابات اللي هي بتبقى كاجول فخليكم دايما في الدرجات التانية اللي شايفينها على الشاشة خطأ تانية رجالة بالنسبة للبنطلونات الجينس او عموما للبنطلونات انا بقول انا مقاسي 34 شايفين القط دي مختلفة ماينفعش اروح اجيب اي قط مقاس 34 وخلاص لازم نقيس انا عارف الرجالة ما عندكوش خل لكن لازم تقيسوا لان كل قط من دي ممكن او انا تبقى لايق معاك او مش لايق معاك تاني حاجة مش بالشرط انت ممكن تبقى في قصة 34 وفي القصة التانية تبقى 36 فيا رجالة خلي عندكو شوية صب ولازم نقيس الحاجة الخطأ اللي بعد كده السليم فت طبعا سليم فت الحاجات الدايقة زي البدلة دي كانت موضة السنة اللي فاتت هي مكملة السنة دي بس ايه على بانطلنات اقصر شوية في رجالة بتفتكر ان ده بدلة ديقة لا هو دي مش بدلة ديقة وبشوف الرجالة لابسين بدلة اوكي مدية انها او واخدينها مقاس قدي عشان يبقى سليم فت لا السليم فت دي قصة قصة معينة هي بتتعم وحتلقيها نفس مقاس كانت لو مقاسك 34 في البانس هتلاقي المقاسك 34 هي القصة بتاعتها سليم لكن ما ينفعش ان انا ديقة بدلة او ينفعش ان انا ألبس بدلة ديقة واقول عليها عشان هي الموضة الداية لأي الموضة سليم فت هي فت اسمها كده زي القصات المختلفة بتاعت البانطلنات واخر حاجة عايز اقولها النهاردة وارجوكو يا رجالة ما تعملوهاش ما تلبسوش تي شيرت تحت القميس ويبان يعني ايه لما نشوف اخر صورة تي شيرت وكي بدل الفانيلا عشان الدنيا برد وتبينوها من تحت القميس احنا بردانين نلبس فانيلا الفانيلا بتبقى في او بتبقى دير يعني الحاردة بتاعتها كبير لان اللوك ده برضو مش لطيف وخصوصا لو انت لابس بليزر مع قميس سيمي فورمل ويبان تي شيرت من تحت هي اخطاء بسيطة ركزوا فيها لان فعلا ممكن تبقى لابس حلو جدا بس اي حاجة ملحاجات دي تقلل جدا من الاوتفت اللي امتال لابسه ايه رأيوك نوح لفاص ونرجع لك دين يا عطور